نعتقد ذلك هي نجاح اسماعيل ولد الشيخ في إقناع الجماعات الإنقلابية بالإفراج عن وزير الدفاع وبقية المعتقلين ورفع الحصار عن تعز وهي إحدى المطالب التي تربطها الحكومة بحضور الجولة القادمة من محادثات السلام اتحدثت بعض المصادر السياسية عن نية الأمم المتحدة هذه المرة بعقد جولة جديدة من المباحثات في اليمن ولدي تأكيدات رسمية حصلت عليها هذا الصباح من الأخوة في أنصار الله لكنها لم تفلح بعدما تبدل موقف الرئيس المخلوع وجماعة الحوثي من الإفراج عن المعتقلين بل واشتراطهم أن تكون المفاوضات مباشرة مع المملكة العربية السعودية لا مع الحكومة المعترف بها دوليان وهو ما بات يعرف الآن بمحاولة صالح في استدعاء واضح لملء فراغ التفاصيل بشياطينه وأوهامه فقط لكن بات من الواضح أيضا أن اشتداد المعارك على الشريط الحدودي مع السعودية وتكثيف غارات طائرات التحالف على العاصمة صنعاء وبقية المدن هو انعكاس للاحتقان الذي أصاب مساعي الجهود الدولية وأفشل تسريع وطيرتها لحل الأزمة وتحقيق الاستقرار التي لا تريد له الجماعة الإنقلابية أصلا ولا حليفها صالح أن يتحقق وبما أن الأطراف كلها تجمع على استحالة الحل العسكري فإن تدويل الأزمة اليمنية وجعلها ورقة في حسابات المصالح الإقليمية كما يشترط صالح في مفاوضات السعودية قد لا يساعد في إنجاز تسوية قريبة لكنه في ذات الوقت يشير بوضوح إلى حجم القلق الذي ينتاب المجتمع الدولي من جميع التوجهات الفكرية والإدلوجية السياسية التي تهدد ما تبقى من وضع البلاد وإلى أن تتضح نتائج الاتصالات السرية منها والعلنية حول إنجاز تقدم بالتوصل إلى اتفاقات العودة إلى المفاوضات فإن الملايين يعيشون أوضاعا مأساوية لطخت وجه الثورة الشبابية السلمية التي تحل ذكرها في الشهر القادم في حين أن الآلاف قتلتهم المعارك والغارات ويتكفل الإرهابيون بإكمال ما أبقت عليه حرب الإخوة الأعداء اشتركوا في القناة